وأفدت تقرير إسرائيلية أن قوات الاحتياط تعاني من نقص حاد في الجنود وفقا لما نقلته قناة الثاني عشر الإسرائيلية وبحسب القناة تبحث وحدات الاحتياط عن متطوعين للقتال بغزة عبر إرسال إعلانات على تطبيق واتسب وأكدت صعوبة حفاظ قوات الاحتياط على قوتهم في غزة والشمال مع دخول الحرب شهر التاسع وأضافت القناة أن جنود الاحتياط يعانون من حالة استنزاف كبيرة مع تناقص في نسبة الحضور حيث وصلت إلى 70% في حين كانت 120% في بداية الحرب